مستمرة بالتدفق جارفة معها المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية السيول خطر جاء على العديد من المحافظات البلاد مخلفا أضرارا كبيرة فيما أدخل الأخرى في حالة إنذار وتأهب النتيجة اقترابه منها جنوب العراق أكثر المناطق تضررا خاصة محافظة ميسان التي غمرت السيول أجزاء واسعة منها إلى جانب الارتفاع الكبير في مناسب مياه الأنهر والأهوار التي بلغت طاقتها القصوى باستيعاب كميات المياه الكبيرة ما حدا بفرق الدفاع المدني استنفار كافة جهودها لمساعدة المتضررين حيث قامت بإنشاء مقر جوال في ميسان مجهز بكامل المعدات استعدادا لكل الاحتمالات اللجنة العليا للدفاع المدني بيّنت خلال مؤتمر لها أنها مستمرة بالمتابعة لحين انتهاء الأزمة كاشفة في الوقت نفسه أن محافظة ذيقار دخلت ضمن خطة ارتفاع مناسب المياه ولربما سيول على غرار جارتها ميسان كون الأيام العشرة المقبلة هي الفترة الأكثر خطرا في الأزمة مع توقعات بهطول أمطار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أصدر قرارا بتعويض العوائل المتضررة نتيجة السيول في كل محافظات العراق مع توجهات بالاستعداد وتسخير جميع الإمكانيات لحين انتهاء الأزمة من جانبها أكدت وزارة الموارد المائية سلامة السدود الكبرى في البلاد أهمها سد الموصل لافتة إلى أنه في حالة ممتازة ومستعد لاستيعاب الموجات الفيضانية إلا أن المخوف لا تزال تحوم حول وضع سد سامراء وقدرته على الصمود خلال الفترة القادمة اللجنة العليا للدفاع المدني كشفت عن تعاون بين الموارد المائية ووكالة ناسا الفضائية عبر تزويد الأخيرة العراق بصور فضائية آنية تظهر مستويات الارتفاع في مناسيب المياه